السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في قناتكم ومرحبا بي معكم في هذا الدرس إذن أصدقائي أجزء الثاني من الأفعال التي نستخدمها في المطبخ وكلمات جديدة سنتعلمها معا إن شاء الله في هذا الدرس وسنبدأ على بركة الله إن كنتم جاهزون فقولوا نعم لنبدأ أصدقائي سنبدأ الفعل الأول وهو الطبخ بنار هادئة ميجتة باللغة الفرنسية ميجتة ميجتة طبخ بنار هادئة مثلا نقول الحساء يطبخ أو يغلى بنار هادئة على الموقد لسوب الحساء ميجتة يطبخ بنار هادئة سيغ على الكوزينيار الموقد الكوزينيار ننتقل إلى الفعل الآخر يقلي فاق فخير فاق فخير يقلي إذن لا يمكن ترجمة هذا الفعل ترجمة حرفية فاق هي يقوم فخير بالقلي يقوم بالقلي إذن يقلي فاق فخير فاق فخير إذن أردنا أن نقول هو يقلي السمك أو سمكة نقول باللغة الفرنسية إذن أردنا أن نقول هو يقلي السمك أو يقلي السمكة إذن الفير فعل آخر فعل آخر يغلي باللغة الفرنسية نقول فعبو يغ يارلي لدينا جملا مثل جه فهي بوهير دولو جه فهي بوهير دولو أنا أغلي أنم جه فهي بوهير دولو جه فهي بوهير أنا أغلي دولو أنم إذن جه فهي بوهير دولو أنا أغلي الماء ننتقل إلى البرب الآخر فهي بوهير دولو لدينا جملة مثلا نقول أنا أذوب الزبدة في المقلات نقول باللغة الفرنسية إذاً جه فهي فندر لبهر دولو جه فهي فندر لبهر دولو لبهر دولو جه فهي فندر أنا أو ذويبو كمنا جه تعني أنا فهي فندر أو ذويبو قمنا هنا أيضا بتصريب فر ولم نقوم بتصريب فند إذن جفائ فندر لبغ لبغ الزبدة في المقلات لبغ إذن هنا في هذه الجملة تعلمنا أن المقلات اسمها لبغ والزبدة لبغ جفائ فندر لبغ دون لبغ جفائ فندر لبغ دون لبغ أنا أذويب الزبدة في المقلات ننتقل إلى الفئة الآخر يحرق غمي يحرق غمي مثلا نقول مثلا أردنا أن نقول أنا أحرق السلسل لبغ نقول باللغة الفرنسية جفائ قدان لبغ دون لبغ دون لبغ جفائ نقول أنا أحرق لبغ أحرق لبغ لبغ المقلات غمي دون لبغ دون لبغ دون لبغ دون لبغ ننتقل إلى الفئة الآخر أو مثلا أصدقائي أردنا أن نقول دعها ترتاح هذه الجملة أيضا نستخدمها في المطبخ هذه الجملة نستخدمها في المطبخ دعها ترتاح أو أتركها لترتاح إذن نقول باللغة الفرنسية لسي ربوزي مثلا أردنا أن نقول دع العجين يسترح لمدة ساعة نقول باللغة الفرنسية لسي ربوزي لباتة pendant 1 heure دع العجين يرتاح لمدة ساعة الآخر غانسي يغسلو أو لابي يغسلو هنا غانسي يغسلو أو لابي يغسلو مثلا نقول جو غانس لابوم أنا أغسل التفاح حاو نقول جلاب لابوم جو غانس لابوم أو جلاب لابوم ننتقل إلى فعل آخر يخفقو باتر باتر يخفقو باتر مثلا نقول يغسلو يغسلو on a le verbe فعلوار يغسلو إلى فعل آخر لدينا فعل آخر يستخدم أيضا في المطبخ وهو كوف غيغ كوف غيغ يغطي كوف غيغ مثلا نقول مثلا نقول مثلا أردنا أن نقول لا تنسى أن تغطي قدر المطبخ أو القدر نقول باللغة الفرنسية نو بلي با دون كوف غيغ لا مغميت لا تنسى أن تغطي قدر المطبخ أو القدر نو بلي با لا تنسى نو بلي با دون كوف غيغ أن تغطي كوف غيغ أن تغطي لامارميت القدر نو بلي با دون كوف غيغ لامارميت لا تنسى أن تغطي قدر المطبخ نتقلو إلى فعل آخر لدينا فعل آخر وهو يجمي دون كونجلي أو كونجلي يجمي دون مثلا نقول مثلا أردنا أن نقول يجمي دون اللحم نقول باللغة الفرنسية جو كونجل لبياند جو كونجل لبياند أنا أو جمي دون اللحم جو كونجل أنا أو جمي دون لبياند قلنا هو اللحم لبياند ننتقلو الآن إلى فعل آخر ديكوري يزينو ديكوري نستخدم أيضا هذا الفعل في المطبخ ديكوري ال ديكور لغطو هي تزينو الكعكة ال تاني هي ديكور تزينو لغطو الكعكة إذن أصدقائي انتهى درسنا اليوم وجملنا وكذلك أفعالنا وإن كنتم قد استفدتم من هذا الدرس فالمرجو تضغط على جام ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم أصدقائي واضغطوا على زر الاشتراك إن لم تشتركوا بعد وأيضا زر الجرس ليصلكم كل جديد وإلى هنا أقول لكم إلى اللقاء في فيديو جديد آخر نتعلمه معا اللغة الفرنسية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر